كيف انا بدي اليوم كيف انا اليوم بدي بلش اتحرر فان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرار يعني انا بحاجة اتحرر من الجروحات والازية اللي انا تقزيتها بحياتي انا بحاجة اني اتحرر كيف الحل كيف بدي اتحرر ما هو ايجا تيحررني من هاي الخطايا ومن هاي الضعف اللي انا في طيب انا بدي اتحرر كيف بدي اتحرر من جروحاتي من الخطايا طبعي من كل الاشياء القديمة اللي عملتا كيف بدي ايجي لعنده كيف بدي اتحرر بأي طريقة كيف بدي ايجي لعنده اول شيء شو بدي ايه شو بدي اقلله شو الحل اول شيء صفات الانسان القسف مأزي من الاخر ومش غافل للاخر صفات طبعه الان خايف مضطرب ما في حزن في حقب عم بيحكي هالاخر ناميمي وهنبي دين الاخر كل الاعمال اللي هم بيقوم فيها هو اعمال ادمية بدي يسميها او عالمية او بشري والمنطقية يسوع هو غير كليا يسوع ايجا تيتيكي طبيعته تبلش انت تكوني مثل الرب يسوع تشبهي الرب يسوع هالصليب قالوا اخفر لهم يا ابتاه لانهم لا يدرون ماذا يفعلون ليش لانه عنده نامي من الرب وستفانوس منشوف استفانوس استلميز يسوع لانه عنده هالنامي كانوا هم بيرشموه بالاحجارة مش ملهي بالاشخاص انه انا ميني اعزيك انا هم بعمل عمل منيح معكن لانه عنده هالنامي كان هم بملهي هم بيشوف السماء مفتوحة والرب جالس هان يمين الاب وكان هم بيقول يا رب ما تحسب عليهم خطيئة ما بيعطوا هم بيعزرهم والمحبة اللي بتنسك بقلوبنا بتعزر الاخر مشان هاك اليوم نلقي في قصمين او نوعين من العالم عالم ملكوت الله الذين يسلكون بالروح من عالم منشوف العالم العالم ولد مملكة ابليس اباكم ابليس الذين يسلكون بالجسد اللي بيسلك بالجسد هم بيسلك بشعوره وحسيسه وبي بتعملي منيح معي بعمل منيح معك انا عملت هاك بستنظر منك هاك اجرحتيني ضيقتيني خنتيني ويدك كل العالم قال كله اخطأ يعني انتي مجروحة وجارحة مشان هاك كلتنا بدنا ندخل لملكوت الله تين تحرر من العذاب اللي نحنا فيه ومن الموت اللي نحنا فيه ومين منا اليوم قادر يدفع ثمن خطيئة واحدة ما حدا لانو انتي محكومة ليكي بالموت وانا محكومة ليه بالموت ما بدنا حدا ما عنده خطيئة يموت عني تي خلصني دفع ثمن خطيئتي هالسليب مش ان هيق الصليب هو يرمز حب يعني انا اذا وصلت ع اخر درجة من القلق والخوف استويت اذا بدي اقول باللهجة البشرية انا انساني استويت اتعبت مليت من حياتي وبدى انتحار وبدى انهي حياتي متل ما كلنا صار معنا قبل ما نتقرب للرب هيدا الشي اللي بيودينا للاستسلام بيقربنا اكتر بدنا نطلب الرب لكن شو بيقول هون بيوحنى الاولى واحد تسعة بيقول انا ترفنا بخطيئنا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطيئنا ويطهرنا من كل اسم يعني بدنا نترف بخطيئنا بأفاسوس 432 شو بيقول وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوكين متسامحين كما سامحكم الله ايضا في المسيح يعني اليوم في وصايا موجودة اننا نكون نحنا لطفاء مع بعضنا البعض يعني انا اليوم انت بتازيني بعضلك الولد الصغير اذا عندي انا ولد وهذا الولد كسر شي بالبيت الام شو بتقوله معلش يا تقبر نفق صح فديك فديك اذا نجار بيجي بيشيل عطب يحطى محل تاني بيقول بيطوله يروح اندمك من هون لا مش ابنة مش انهاك بتنزهج من هيديك وبتأذر ابنة مش انهاك نحنا لذا منكون وحكينا قبل لذا مكون انا عم بعمل تعريم الرب يسوها ان يروح صالح العالم ونعذر غيرنا صحيح منشان هيك علينا نحنا نكون متسامحين مع بعضنا البعض بكلوسي 13 بيقول محتملين بعضكم بعضا نتحمل بعضنا البعض يعني السلة اللي بدي صليها اذا ما بياخد منها قوة قادر اتحمل خيل انسان اللي بعد اسا ما اختبر النامي حتى في اشخاص اختبروا النامي ويضعفوا يمكن بفشوا خلقنا شوية بس وعن نسنت بعضنا البعض بسا ما احنا فيها هي الرب مش انهاك بيقول اكيد محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا ان كان لأحد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة